السلام عليكم و أشهر للأنبياء دون السليم سيدنا مولانا و حبيبه و محمد سل الله عليه و على آله و أصحابه يتماعي أما بعد فنرحب السادة العلماء لالجلاء خصوصا سيدي وشيخ العلماء عمد بن حامد الجيلاني ثم صاحبين السماها مفت الاراق الشيخ رافع العيني والشيخ العاني والشيخ إبراهيم سالم مفتي أستراليا عبو محمد مفتي أستراليا ومشاية الآخرين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المسجد المسجد استقبال الضيوب الكرام للهادرين أيضاً الهدور أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً وسهلاً فتثي هذا المجلس إن شاء الله بإتدابة آية القرآن الكريم يطلق علينا الشيخ يوسف الشيخ أحمد يوسف من مقلدش فليتفضل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة رب السماوات والأرض المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للقناة 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 اللقاء اشتركوا في القناة 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 رسول الله نور جارين العالي خير الرجال الغالي لكم يا ناس حالي محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إغفروا العظم لنظمها والأعباب وقائدها ولكاتبها ولسامعها عند الموم يراطها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول رسول أمطرت يمناه يسرا رسول الله رسول الله بالرسول الله عند تحييلي فهو الدليل صل عليها الله أصلي وأسلم أبالي عالي وعالي ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله وبركاته وبركاته إن شاء الله نتعلمanya اليوم نريد أن نتعلم المشاهدة ولكننا نتعلم أن نتعلم ببنية موجودة وأنتبه لكل منكم أن يتشاريه للمشاهدة كل منكم رسول الله يقلون كل人 ليس لي ليس لي ليس لي ليس لي صلى الله عليه وسلم لقد انه هم السوداء هم السوداء هم السوداء بلسكة الله سبحانه وتعالى نحن نريد أنه يكون مبسكة معاً ومعاً 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 أنت بإمكانك ستكون معه ومعاً ومعاً بجاهل بجاهل ما أقول شكراً نحن 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 نمط وينما ما يقول تسبيع من قصيدة البوردن تسبيع قصيدة البوردن كلما نعرف دائماً قصيدة البوردن في التعليم النابلة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا اليوم لدينا مؤسسة لقصيدة القرد وهو قصيدة القرد قصيدة القرد من ركتور رافع الرفاعي مفتي عراق وهو نفسه يضع في كل بيت نحن نسمع في كل بيت كل بيت كل بيت كل بيت يضع في أكثر لذا شيء جديد صلوات على رسول الله وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نشارك هذا الثلاثة الثلاثة ولكن قبل ذلك نحن نسمع بإذن الله من حبيبنا الحبيب عمر بن حامد الجيلاني داري مكة إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى كلنا سوف نكون بيبنا فتحيني إن شاء الله أو برادر الحبيب علي زين العابدين الحامد وإنتم ترانسلاتوره أهلا وسائل الحبيب جسمعي الحمد لله الحمد لله حمدا يوافر النعم ويكافع المزيد وما أعظمها من نعم وما أكثرها من منا وإذا كان شكري نعمة منه نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فالشكر متردد تردد الأنفاس لأن النعم تتوالى لا تنقطعوا قطعوا وذاك ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختارنا المولى سبحانه وتعالى واصطفانا من بين الأمم واجعلنا وارثين وارثين لكتابه ووارثين لميراث نبي صلى الله عليه وسلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن الأمة مصطفى لأننا وإذا اصطفانا مولانا جعلنا وارثين للكتاب بمختلف ما لنا من درجات حتى لو كان صاحب الدرجة نزل إلى ما يكون فيها من دنو من خفار كالظالم لنفسه أو الممتصف فالظل على السابق بالخيرات ونرجو الله أن يجعلنا من الصنف الذي هو سابق بالخيرات وأن يرقينا وأن يرفع منازلنا حتى نكون متأهلين لهذه المنازل التي نحلها وننزل فيها مرحلة بعد مرحلة حتى تكون أنفسنا رضيات مرضيات إلى باريها سبحانه وتعالى نسأل في الدنيا والأخير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى Yang kita mesti bersyukur kepada Allah Akan nikmat syukur kepada Allah SWT Maka dengan demikian Memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT Akan nikmat itu adalah merupakan Satu nikmat yang wajib untuk kita bersyukur Maka dengan demikian Syukur kita itu adalah berjalan bersama dengan kita Pada setiap nafas yang kita hembuskan Yang merupakan nikmat dari Allah Yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah SWT Kita adalah merupakan umat Yang dipilih oleh Allah SWT Daripada sekian ramai umat untuk menjadi pewaris Kepada apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW Yang dengan baginda Kita menjadi umat yang dipilih untuk mewarisi Akan kita Allah SWT Yang dengan sebab baginda Kita dipilih untuk menjadi pewaris Kepada warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW Dalam Al-Quran Allah berfirman Yang maksudnya Lalu kemudian aku telah wariskan Al-Qidab Yang ini Quran ini Kepada orang-orang yang telah kami pilih Kata Allah SWT Maka kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Untuk menjadi pewaris kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Kepada baginda Rasulullah Itu adalah merupakan satu anugerah Yang diberikan oleh Allah kepada umat ini Umat ini yang dipilih untuk menjadi pewaris kepada kitab Allah Adalah mempunyai kepelbagaian di dalam derajatnya Ada di antara mereka yang mewarisi kitab ini Yang paling rendah Adalah mewarisi kitab ini untuk dirinya sendiri Di sana juga ada yang lebih tinggi derajatnya Adalah orang yang sederhana Yang ketiga adalah yang terutama dan tertinggi adalah Sabiqum Bilkhairat Yaitu mereka yang mewarisi kitab Yang digelari dengan Sabiqum Bilkhairat Yang meraih segala kebaikan yang ada di dalam kitab itu Habib Umar mengatakan Moga-moga Allah SWT menggolongkan kita semua dalam golongan yang ketiga Yang menjadi pewaris kepada kitab itu Secara sempurna akan rahasia tersimpan di dalamnya Dan moga-moga Allah mengangkat derajat kita Menjadikan kita orang-orang yang layak Untuk menjadi pewaris kepada kitab tersebut Dan ditempatkan oleh Allah SWT Di tempat yang tinggi Yaitu dalam peringkat pendudukan nafsu Yang rida kepada Allah SWT Yang dengan nafsu yang rida itu Kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat Terima kasih Kedudukan derajat para pewaris Yang telah disebutkan oleh Allah SWT Dalam ayat Al-Quran tadi Telah diceritakan dan ditafsirkan oleh para sahabat Iaitu terbagi menjadi tiga bahagian Sepertimana direwayatkan juga Daripada Siti Aisyah Di antara para pewaris itu adalah Di antara mereka Iaitu orang yang berlaku Dan hari ini adalah lebih baik daripada hari esok Itu golongan yang pertama Itu golongan yang pertama Ada pun golongan yang kedua Yaitu golongan yang dikenali dengan Yaitu orang yang hari semalam Sama dengan hari ini Dan hari ini sama dengan hari esok amalnya Itu golongan orang yang kedua Dalam golongan orang Al-Muqtasid Ada pun golongan yang ketiga Yang kita memohon kepada Allah Moga-moga kita semua berada Pada golongan yang ketiga Yaitu orang Yang hari ini Lebih baik daripada hari semalam Dan hari esok Adalah lebih baik daripada hari ini Al-Muqtasid 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 رافع العاني الرفاعي حفظه الله وزاده فضلا ولكن هذه القردة التي لم ينسك مثلها ولم يأتي أحدهم بما يقالبها اعتنى الناس بها حبا في رسول الله وتقربا بمذح رسول الله ولكن مع ذلك تنوعوا في طرائقهم وكل واحد منهم عصر فكره وأتى بما وصل إليه وكلهم وصلوا القمة وكلهم التفعوا وعلوا ولكن مع ذلك فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعلم عنه ناطق فنسأل الله أن يبالك في آله الجلسة وأن يجعلها جلسة فاتحة خير لما يكون بعدها ويتلى بعدها من خير ننال به السعادة وننال به الخير في الدنيا والآخرة ويعود علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وعلى ديان الإسلام كلها وعلى بلاد ماليزيا يحفظها الله ويرعاها ويسلك بأهلها مسالك حسنة يكون لهم بها حياة سعيدة مستقرة ومظهر للإسلام ويكونون كإخوانهم المسلمين يعضل بعضهم بعضا أرجو الله أن يكنمنا بهذا وأن يعطينا ما أمننا وفوق ما أمننا فهذه الموارع مما يستجاب فيها الدعاء أجب دعائنا يا رب وحق الرجان يا رب وعقرمنا وفوق القرامة لنا لا تحرمنا من رؤية النبي وعقرنا معاه وعقرنا متابعين الله وعقرنا يا رب من حظي بشفاعته وعنايته صلى الله عليه وسلم والحمد الله دعاء الله ددام apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah daripada tiga bahagian mereka para pewaris kepada kitab itu beliau mengatakan yang apa yang dikatakan tentunya adalah didapat daripada baginda Rasulullah ﷺ bahwasanya ketiga-tiga golongan tadi adalah semuanya Atau seluruhnya Berada di dalam syurga Moga-moga kita semua Di sini yang hadir Dicatit oleh Allah Dalam golongan orang-orang Penghuni syurga Allah SWT Kita semua juga berada Di sebuah tempat Yang mempunyai tugasan Menjaga amanah Yang tempat ini Dinamakan dengan Al-Wadithin Mempunyai ikatan yang erat Dengan apa yang telah disampaikan Al-Allah SWT Untuk mewarisi Akan Al-Quran Yang telah diturunkan Oleh Allah Kepada baginda Rasulullah Moga-moga kita berada Dalam payung Naungan mereka Para pewaris Untuk mendapatkan Bahagian terbaik Daripada apa Yang telah diturunkan Dan diwariskan Oleh Allah Kepada baginda Rasulullah Dan daripada baginda Rasulullah Kepada seluruh Para pewaris Dan moga-moga kita Diangkat derajatnya Oleh Allah SWT Sementara kita Dipilih oleh Allah Untuk menjadi umat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mewariskan Akan kitab tersebut Inilah Kita berada Di sebuah tempat Yang mempunyai Hukum Yang kita berada Di sebuah tempat Yang salah satu tugasannya Adalah untuk Menjaga amanah Yang telah Diistimewakan Dan dipilih oleh Allah Untuk menjaga amanah ini Al-Sheikh Afifiddin Bin Abdul Qadir Al-Gailani Semoga Allah SWT Memberikan kebaikan Kepadanya Dan diangkat derajatnya Oleh Allah SWT Kita berada di tempat Beliau tempat Yang penuh dengan Barakah ini Dan juga Terlalu diberitahukan Oleh beliau Sebentar tadi Bahwa maksudnya Kita sebentar lagi Akan Membaca Ba'it-ba'it si'ir Yang dinamakan Adalah Ba'it-ba'it Yang ditulis Dan dicatit Oleh Mufti Arab Al-Syyid Rafi' Al-Ani Al-Rifai Semoga Allah SWT Menjaga kepada beliau Daripada apa Yang telah disusun Daripada burdah itu Yang telah ditulis Oleh orang-orang Yang menunjukkan Akan kecintaannya Kepada baginda Rasulullah SAW Kasidah burdah Yang tak pernah ditulis Ba'it-ba'it Yang indahnya Seperti kasidah tersebut Ramai orang-orang Yang mengambil peran Akan kasidah itu Menggunakan daya Upaya fikiran mereka Untuk mengungkapkan Dan memberikan komen Tentang apa yang ada Di dalam kasidah itu Sebagai tanda Kecintaan mereka Kepada baginda Rasulullah SAW Yang dengan itu Mereka berada Dalam perikat yang tinggi Di sisi Allah SWT Tetapi walaupun demikian Sejauh mana orang berusaha Untuk mengungkapkan Akan kemuliaan Baginda Rasulullah SAW Sesungguhnya Kemuliaan Baginda Rasulullah Tidak mempunyai Sempadan Dan batasan Setiap kali Dipuji Maka didapati Kebaikan Dan pujian Kedudukan Rasulullah Lebih luas Daripada apa Yang dipuji Oleh orang Yang memuji Kepada baginda Rasulullah SAW Kita berada Di majlis yang penuh Dengan barakah ini Dan kita berharap Moga-moga majlis ini Adalah sebagai pembuka Kepada majlis-majlis Yang akan datang Dan bacaan Yang akan kita baca Sebentar lagi Moga-moga Allah SWT Memberikan kebaikan Kepada kita Di dunia Dan juga di akhirat Kebaikan yang Allah Berikan kepada kita Ahli keluarga kita Anak-anak kita Dan juga sahabat Handai kita Dan seluruh Negeri-negeri Islam Khususnya adalah Negeri Malaysia Yang moga-moga Allah SWT Berikan kepada Berikan kepada mereka semua Keamanan dan jalan yang baik Dan moga-moga Allah SWT Kekalkan keamanan Kepada negeri ini Dan negeri kaum muslimin Dan moga-moga Allah SWT Berikan apa Yang kita minta Kepadanya Melebihi daripada Apa yang kita minta Kepada Allah SWT Kita berada di tempat Yang dikabulkan Doa di tempat-tempat Seperti ini Moga-moga Allah SWT Terima doa kita Memuliakan kepada kita Dan moga-moga Allah tidak mengharamkan kita Untuk dapat melihat Kepada wajah Nabi Muhammad SAW Dan digorongkan oleh Allah Dalam golongan orang yang mengikut Kepada pegindah Rasulullah Dan dalam golongan orang-orang Yang mendapat syafaat Pegindah Rasulullah SAW Nabi Qur'an terdimahnya Wa maaf hadap alaih tofi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW Bajir khair Allah SWT Bajir khair 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 اشتركوا في القناة 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 or the skilled poems and he was asked as to whether he had written any new poem that year the true fact was that he had not written any but he didn't want to disappoint anybody and so he said inshallah so the people said what do you mean by inshallah tell us what is the beginning of those lines of prose and so he stood out and he stood out and then he said he began his poetry which was only one line of prose and not anymore he said that the higher arms wanted to take a physical form and so they were given the command by Allah to be and so Muhammad sallallahu alayhi wasallam was creator or he was formed which means the highest form of the higher arms is the person the creation of the messenger sallallahu alayhi wasallam and this was the only line there was no second line to it and all the poets agreed that this line of prose itself was equivalent to a thousand poems the praise of the prophet sallallahu alayhi wasallam varies in degrees and these degrees depend on what Allah subhanahu wa ta'ala showers the writers with from his blessings from his sublime revelations and the poetry which is written by Imam al-Boseyri is one of these poems which has inspired everyone and wherever it reaches in any country you hear people singing that refrain alayhi wasallam until the end of it and there are amongst the poets who have changed the prosody of this poem the burqa so some of them have used differently it's difficult for me to put it in English the takhmis and tasbir basically they changed the way the poetry is written means the rules of prosody are changed and one of the most important of these prosody which is known as tasbir is that by Imam al-Baydawi the great mufassir the one who explained the Quran and it's extremely marvelous and he began each and every line of pros with lafz al-Jalala with Allah subhanahu wa ta'ala for instance he said that Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam by the grace of the messenger salallahu alayhi wasallam from being drowned just like he saved Ibrahim alayhi salam from being burned by the fire and he continues with that lines of pros and he says that I have also made this change in the prosody tasbir just like Imam al-Baydawi and he has begun each and every line by saying that Muhammad the love of Muhammad salallahu alayhi wasallam is my religion and is the source of my protection and salvation Muhammad and so on so each and every line he begins with this and then this tasbir or this poem which he has written now in this form shall be recited inshaAllah by the shaykh of the du'an juma' from the jim and the salam alayhi salam alayhi salam Qasrida al-Qurda everywhere when they used to recited for any good intention they had if they want to pray give any hajat any meat to ask Allah subhanahu wa ta'ala they will recite al-Qurda in order for Allah to accept their prayers and I remember that Dr. Ahmed Umar Hashim the former president of Al-Azhar University used to come every year to our mowled but because due to his health situation he's not been able to come and pray for his health inshaAllah he told us that once his teacher which is shaykh al-Azhar one of the greatest shaykh al-Doktor Abbal Halim Mahmood he was sick seriously ill and he you know he went to see the doctors the news were not that good a pious man came to visit him Radul Saleh then he saw him worried so he said ya shaykh why you worried he said I have sickness he said you go and recite for that inshaAllah he will cure so he when he heard that he used to be very everybody knows that he's famous he loved al-Saliheen so he decided to and he asked Dr. Ahmed Umar to write تخميس you know adding five five beds shaykh rafiq seven so he asked him to do the tachmis very fast so he managed to and they recycled in his house then because he had strong belief that Allah subhanahu wa ta'ala would give him the cure good health the next day he got to see the doctor they made the medical checkup they found that he had no sickness out in had he special but he's already me through Allah's prayer so we're going to recite the Buddha tonight it's up to you you want to accept your prayer you have a choice you have an opportunity now don't lose it use it I mean I want you to follow his I want you to follow his hope that hope that of course Sayyidina Rasulullah will hear it sallallahu alayhi wa sallam and we say Allahumma salli ala Muhammad he will hear sallallahu alayhi wa sallam yes and we are reciting sallallahu alayhi wa sallam inshaAllah our dua our good intention will be accepted by Allah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dainman abada ala habibika khayril khalqi kuhli himi maulah ya salli wa sallim dainman abada ala habibika khayril khalqi kuhli himi maulah ya salli wa sallim wa sallim dainman abada ala habibika khayril khalqi kuhli himi muhammadun hubbuhudini wa mu'ataw sami faya'adulib haqqillahi la talumi wa ya khaleel l-hawafi saha'ti sato'mi na shattu ka Allah rabbalbayt wal harami wa bi-lazi akharajat dunia minal adami amin tazakur jirani bi-di salami mazajat dunia mazajat dalama aljaraab i-mughalati bi-damih maulayya salli wa sallim dainman abada على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد تفتديه كل قائمة من كل ماضية أو كل قادمة وقد سقاني هواه تغربا سيمة فلست آدر الهوى من أي ناسمة أم انت لألو لبدر وسط قاتمة أم هبتي الريح من تلقائك أظيمة وأو مضى البرق بالظلماء بالعظم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد من هواه لا يرى عنتا وليس يقوى على كتمان ما ثمتا فكل ما فيه يتلو قوله هالتا وطارقوا الصب طول الدهر ما سكتا فإن لجنت لسانا منك منفالتا فما لعينيك إن قلتك فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد طاب فيه الوجد والآلم ولذ في مدعه الأنغام والكلم بعثت روحي ولها نحو حيهم لعل أحضى بترب منه التثم وفاضحي حال عين دمعها سجم أحسب الصب أن الحب منكاتب ما بين مولساج منه ومطار مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد صفوة من أطهر الملال ونوره وصل كل الخلق في الآزل وخير كل الورى من كفه الهاطل إليه أرواحنا راحت ولم تزلي فقل لمن يتعي الكتمان من عفلي لو لا الهواء لم ترغ دمعنا على طاله ولا عريضة لذكر البال والعالم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد مثله الحرات ما والدا فكل دنيا الورى من أجله وجدا أرواحنا عنده لله قد سجدا فيا خليل بنات العذل قادوا إدا وأبدت النفس ما كتمانه عاهدا فكيف تنكر حبا بعدما شاهدك به عليك حدود التمع واسق مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد حبه في القلب قد ساكنا وورثا الروح منه البسط والحازنا أبان لي من سنه منظرا حسنا فقلت يا من يداري الشوق والشجنة ألعب أذهاب عنك النوم والوسنة وأثبتان وجد خطي عبر دين واضنة مثل البهار على خطيك ويلعن بمولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد ذكره بالحب أنطقني وبالجواء وحبال الشوق أوثقني ومن رباطها والعظيار أطلقني وفضله بجميل اللطف طوقني ناديت لما نسيم الوصل أعبطني ناعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتبر ضل الذات بالألم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد قد حباه اللهما فخارة من نورها أضحت الأكوان مصفرة ومن الهدى وطريق الحق مبصرة فخل روحي بمحر الشوق مبهرة فلس أسمع منك اليوم تذكرة محمد قد حباه اللهما فخارة دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد وجهه أبهى من القمر محمد وجهه أبهى من القمر فيا سعادة عبد فاز بالنظر فيا سعادة عبد فاز بالنظر وقد دفيقة عسابش على الأثر وحبه في دمي يسري من الصغر فارفق بقلب بنار الشوق مستعري عادتك حالي ألا سري بمستدري عاني الوشاة ولا دائب مونح سمي مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد من كنوز الله ما طلعه ليجل عينيه كان الخلق أجمعه وسره الأعظم المكنون أو داعه في قلبه فتعار الله مبدعه فيا عثو لهواه لست تمنعه محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العتال في صامم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد خاتم للصفوة الرسل وعين جوهارهم في سالف الأجل إليه أرواحنا تاقت من الآزل فلست للعاد للعادي بمنتثلي ما فوقت لما دعاني داعي الأجلي إن اتهى عمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عنه تهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم واغفر إله لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أغم القاسم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلا اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم صلي وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خير الحمد لله يعني أحبار قضيناها مع الحبيب المصطفى صيدنا محمد صلى الله الله ماشاء الله باركة باركة بسمولد بسمجلس إن شاء الله 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 سوف يكون جميعنا بإمكانة باركة ويكون مصري بصفحة ما سينا رسول الله وإنه شكرا أن الله سيناس في هذه الأخرة أمي ممن سيناس 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 أخير خصائق أخير دي بعيد. ان شاء الله قياما انتو عبدالله تعليق الله سبحانه اللهم صلي وسلم وبارك علي وعلى لاله فاختز العرش طلبه واستغشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلات السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وثمجينا واسغفارا سبحانه الحمد لله ولا إله إلا الله والله وقت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وقت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وقت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وقت سبحان الله حافظا كأنه القدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله عليه وسلم يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول السلام عليك يا رسول السلام عليك صلوات الله عليك أولمنا البشراء بسعد المستمر إلا إذا ينفل أحيث أنتنا عقار جمع الفراء مؤتد يا رسول السلام عليك يا رسول السلام عليك يا رسول السلام عليك صلوات الله عليك يا رب كل حمد جل عصوره لحب إذا أبانا في وجود المصطفى مصطفى الحدي محمد يا رب كل حمد سلام عليك يا رسول السلام عليك يا رب كل حمد جل يا رب كل حمد جل يا رب كل حمد يا رب كل حمد يا رب كل حمد قال وكل شيء في الربيع تمنى أولد الحبيب أولد الحبيب فمرحبا لمحمد مرحبا جدا الحسين والحساء tulee مرحبا جدا الحسين والحسان مرحبا جدا الحسين والحسordum يا رسول الله أهلا بك إن نبيك نسعى وبجاهه يا إلهي سنوى بلغ كل ما تصل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن سرقت أنوار ضاها مرحبا مثل شمس في ضحانها مرحبا هذه الدنيا نراها مرحبا بضياء من محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين والحسن لا تداركنا بالنقف يا الله منك يا مولى المولي يا الله أسمن السدر علينا يا الله يا رجيب الكل دو يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا الرسيني والحسان مرحبا جدا الرسيني والحسان ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله 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 يا الله بمركة العدي محمد يا الله وصلاة الله دوشا يا الله أشراف الرسل لمحمد يا الله ربي بغضر لي دلوقي يا الله بمركة العدي محمد يا الله سلام مستمرت يا الله كل حين يا تجدن يا الله ربي بغضر لي دلوقي يا الله باركة العدي محمد يا الله ربي فاصل لي ظنوبي يا الله ببكر في الهدي محمد يا الله ربي فاصل لي ظنوبي يا الله ببكر في الهدي محمد يا الله ولا علبه علينا نسانيات الودا وجب الشكر علينا مدعا لله دا ولا علبه علينا نسانيات الودا وجب الشكر علينا مدعا لله دا وعشرط البلغ علينا فانفر منه البجور من الله عزنية ما رأينا قطو يا واجه السرور طلع البلغ علينا نسانيات الودا طلع البلغ علينا نسانيات الودا انت شمس انت برور انت نور طول انت نفسير وطال انت مصدر وصدور طلع البلغ علينا نسانيات الودا طلع البلغ علينا نسانيات الودا تبارى ليمتعوا بجمال الأنظار صلوا على باه الجمال محمد ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه هايهات هيهات يعرف قدره إلا هو صلوا على باه الجمال محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلين أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اننا نتوسل بك lâك ولا أعظَّ منك عليك أن تجعَلَ هذا اللقاء خالصٍ لوجهك الكريم اللهم ما كان لك منه فتتذب اله منا وما كان حق نفوسنا فتوله عننا واجعله لك هذا الجلال والإكرام اللهم اننا نتوسِلُ بك إليك ولا أعظَّ منك عليك أن تصلِ على حبيبك أمحمد ذمه اللهم تجعَلَ هذا اللقاء خالصًا لوجهك الكريم اللهم ما كان لك فتقبله منا وما كان حق نفوسنا فتوله عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجه شفاعته ويرتو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في متحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته واللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها محمنا يوم يشفع للقلائق فترحمه الله اللهم ارزقنا زيارته اللهم ارزقنا زيارته يا ربنا يا ربنا يا ربنا بارك وصن على النبي الأول يا بدر تم حز اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في متلسنا هذا أحدا إلا غسلت بالماء التوبة الزنوبة وصطرت برداء المغفرة عيوبة اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم سواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر القبور اللهم اجعلنا لألائك ذاكرين ومن عمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتولين ولا مفتولين واختم لنا منك بخير الأجمعين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعة وزفنا به يوم القيامة مقاما رفيعة اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نرغم بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات والغاضي الحاجات وغافر الظنود والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه ربك رب العزة عمال سفون وسلامه أعزو السليين والحمد لله ربك العالمين صلى الله على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر صلى الله على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر وما أضاءت الأرض نورا يوم مولده كما تمتع من أنفاسه النظرا جاءت ملائكة الرحمن تشهده ليعلم الناس أن الأمر مشتهر طافوا به الأرض والأكوان أجمعها ليعلم الناس أن الأمر مشتهرا قولوا لآمنة إن الذي وضعت مولا جميلا جليلا وهو مفتخرا هذا نبي جميل زاده شرفا من أجله تكرم الأيتام والفقراء صلى عليه إله العرش ما صدحت صلى عليه إله العرش ما سجعت حمامة فوق غصن مائس سحراء الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذغغنا وأنت الذي لم تزال محسنا الله 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 لا إله إلا الله وعودناك بالفقر وعودنا كل فضل عسى الله 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 إذا كنت في كل حال معي فعودناك بالفقر فعودناك بالفقر فعودناك بالفقر وليس من الأمر وليس من الأمر شيء لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلى الله فيا ربي صلى على المصطفى صلاة تدوم أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلى على المصطفى صلاة تكون فراجا لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلى على المصطفى صلاة تكون شفاء الهدى صلى الله 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 لا يستطيع الوقت حتى المدينة لا يوجد مشكلة إن شاء الله إن شاء الله قبول في الدنيا والأسرى أه قبل صلاة العشاء أريد أن أعلمكم الحمدلله على المدينة سوف تأكد كافة والبكتب نطلق الريف لا بدأ النام بان اسم بالigmان هناك هي هذه البركتبات للأطبال يجب أن يتعDER منها لدينة وتتواجد المدينة عليها سواء العملية لا يوجد الكثير إن شاء الله سنرى الغد لا يوجد الكتب ولكنها س�� تأتي الكتبات الماضية ولكنها ستتحدث ومائها المترجم للقناة المترجم للقناة